من ساعات الصباح الأولى واسمه الأمير هاري متصدر العناوين والسبب أجدد حلقات الدراما الجديدة للأمير اللي اليوم كان مقرر أنه يتم استجوابه أمام المحكمة العليا في بريطانيا ووقوفه في منصة الشهود في الأمير واحد من بين 100 شخصية مشهورة رافعين دعوة ضد ميرر جروب نيوز بيرز وهي من المؤسسة اللي بتصدر صحيفة ديلي ميرر صندي ميرر صندي بيبل وبيتهموها بأنها عملت قرص على هواتفهم بين سنة 96 و2010 وحصلت على معلومات تم نشرها على نطاق واسع وبكذا هاري راح يكون أول فرد رفيع من العائلة المالكة البريطانية بيوقف أمام محكمة من 130 سنة المؤسسة الإعلامية اعترفت أنها قرصنة هاتف الأمير سابقا وقالت أنه بقدر يطلب أنه يقدر تحديدا الأمير فعلا عن اللي سووه يطلب تعويض مادي على هذا الموضوع لكنهم أنكروا التهم الثانية هاري ما راح يوقف لوحده أمام المحكمة لأنه جارر مع العائلة المالكة فالمؤسسة الإعلامية بتقول أنه مصدر كثير من هذه المعلومات هو العائلة المالكة والعاملين فيها من لندن معنا من أمام المحكمة مراسل العربية مصطفى زارو أهلا فيك معنا مصطفى طبعا الأمير هاري هو واحد من الشخصيات في هذه القضية التي فيها كثير من الأسماء الشهيرة هل نعرف مين التي سنشوفهم في المحكمة؟ حقيقة هناك ممثلون ربما أقل شهرة من أولئك الذين تم نشر أسمائهم وفي صدارتهم ورثت جورج مايكل المغني الشهير أيضا فيما يتعلق بصديق المغني ألتن جون بالإضافة إلى ممثلين وكوميديين لكن الأسماء التي تم اختيارها هي ثلاثة فقط إلى جانب الأمير هاري وبالتالي الكل سيتابع هذه التغطية الإعلامية لهذه المحاكمة الفريدة من نوعها كنا نتوقع أن يحضر الأمير هاري في جلسة الاستماع اليوم لكن غاب عنها بعد أن قال ممثله المحامي شيربون بأن الأمير هاري وصل متأخرا من لوسانجليس أمس وبسبب حضوره حفل عيد ميلاد ابنته وبالتالي كان هناك توقعات بأن البيانات الافتتاحية من كلا الجانبين هيئة الدفاع وهيئة الادعاء ستطلب يوم كامل لكن بالطبع محاموا صحيفة الميرور كانوا قلقين جدا لأنهم خسروا فرصة استجواب الأمير هاري اليوم ولكن القاضي فانكورت قال بأنه سيمنح الوقت لفريق الدفاع لصحيفة الميرور وهذا يعني بأنه سيتم استجواب الأمير هاري ليوم ونصف اليوم يعني غدا وربما نصف يوم الأربعاء سيكون تحت ضغط الأسئلة المحققين لصحيفة الميرور نحن الآن يعني ربما بنهاية اليوم الأول لهذه الجلسة كان يفترض أن تنتهي الساعة الرابعة يعني قبل تقريبا 25 دقيقة لكن يبدو أن هناك المزيد من تقديم الأدلة والكلمة المحقية مصطفى لمحامي صحيفة الميرور صحيفة سريعا كيف ردت فعل الناس هل متعاطفين معهم في هذه القضية؟ حقيقة الأمير هاري الشخصية يعني مثيرة يعني أغلب أولئك الذين يدعمونهم من فئات عمرية شبابية وبالتالي ربما دعم الأمير هاري ليس بالكبير هناك دعم كبير بالطبع للأسرة المالكة وخاصة المالك تشارلز وولي عهدها الأمير وليام نحن نشكرك على هذه المداخلة وطبعا أكيد سنتابع معاك تفاصيل ظهور هاري أمام المحكمة كشاهد كان معنا من لندن من أمام المحكمة مراسل العربية مصطفى زارو شكرا لك